للاعزة هذا مرارا وتكرارا انا ذكرته للاعزة وهو ان الامة سلام الله عليهم في روايات متعددة وبعضها معتبر ماذا سندا رد الاحاديث تطبيقا لماذا تطبيقا لهذا الاصل يعني لم يكتفي الامة سلام الله عليهم ببيان القاعدة وانما ايضا ماذا طبقوا هذه القاعدة هم بانفسهم طبقوا هذه القاعدة في احاديث معتبرة سندا انا اشير الى رواية واحدة في هذا المجال الرواية اعزائي كما قراناها للاعزة مرارا وتكرارا وهي الواردة في الاصول من الكافي صال جزء الاول كتاب التوحيد باب في ابطال الرؤية رقم الرواية اثنين الرواية انه سألني ابو قره المحدث ان ادخله على ابو الحسن الرضا فاستأذنته الرواية يقول المجلس عنها صحيحة السند معتبرة الجزء الاول صفحة 328 من مرآة العقول يقول فاذن لي فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والاحكام حتى بلغ سؤاله الى التوحيد فقال ابو قره انا روينا ان الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين فقسم الكلام لموسى ولمحمد صلى الله عليه وآله الرؤية فقال ابو الحسن فمن المبلغ عن الله الى الثقلين من الجن والانس لا تدركه الابصار ولا يحيطون به علما التفتوا جيدا كان بالامكان ان يقول له انا استدل لك لا 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 قال تعالوا هذه الرواية نعرضها على ماذا اه على الآيات القرآن قال من الذي بلغ الناس هذه الآيات ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء اليس محمد صلى الله عليه وآله قال بلى قال كيف يجيء رجل الى الخلق جميعا فيخبرهم انه جاء من عند الله وانه يدعوهم الى الله بامر الله فيقول لا تدركه الابصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء ثم يقول انا رأيته يعني بعبارة اخرى هل يمكن لنبي يدعي النبو ان يتناقض مع نفسه ملا هو يأتي بقرآن يقول لا تدركه الابصار ثم يدعي ماذا انا رأيته بالابصار هذا التناقض او ليس بتناقض هذا تناقض ملا فاذا فاذا كان نبيا يجل عن هذا التناقض اذا لم يتثبت نبوته فلا محذورة في انه في مكان قال لا تدركه الابصار ونسي وبعد ذلك قال ماذا انا رأيته بعين قال فيقول ثم يقول انا رأيته بعيني واحطت به علما وهو على صورة البشر اما تستحون محل الشاهد التفتوا جيدا التفتوا جيدا مقطع اكو في الحديث اما تستحون يا ابن رسول الله هاي الاحاديث من اين دخلت الينا من اين دخلت تذكروا رواية نسع ابن الرحمن تذكروها اعزائي تذكروا مغيرة ابن سعيد اللي كان يضع الكفرة ماذا والزندقة ما قدرت الزنادقة ان ترميه بهذا ان يكون يأتي من عند الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه اخر تبين ولهذا اذا تذكرون قلنا واحدة من اهم اسباب الدس والوضع كانوا من الزنادق اللي كانوا يريدون تدمير هذا الدين قال ابو قر فانه يقول ولقد رآه نزلة اخرى المهم الى ان يقول فقال ابو قره فتكذب بالرواية هذا واضح بعد مولانا كالصريحة اعزائي نص في المطلوبة اعزائي تكذب الروايات رواية واردة عن رسول الله مشهورة مجمع عليها الان كثير من علماء السنة القائلين بان الله يراب بالابصار استنادهم الى ماذا استنادهم الى ماذا ها الى الروايات الواردة اليس كذلك قال فتق فقال ابو قر فتكذب بالروايات تكذبها مو حتى لا ترجعها الى اهلها لا تكذبها فقال ابو الحسن عليه افضل الصلاة والسلام اذا كانت الرواية قاعدة عامة بعد صحيح المورد خاص مرتبط بالرؤية ولكنه القاعدة ماذا عامة اذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها خلاص اذا ضابط اعزائي بايديكم ضابط عامة بايديكم ضابط عامة الرواية التي يكذبها القرآن فهي ماذا اما زخرف اما من قول الشيطان اما لم نقله واما ارجع علمها الى اهلها لعل لها معنى رب حامل فقه الى من هو افقه من لعلك انت فهمت منها الرؤية البصرية وإلا هي لا تدل على الرؤية البصرية ارجعها الى اهلها وهذا هو مقتضى الاحتيار وإلا الامام سلام الله عليه هكذا هذا اعزائي على مستوى البحث الاول اعزائي وهو النصوص الروائية الواردة المعتبر سندا على المنهج الذي نحن نقوله وهو محورية المعارف القرآنية وان السنة تدور مدار ماذا ها مدار القرآن القرآن هو الاصل والسنة تدور حيث ما دار القرآن اعزائي ولكن اي سنة اعزائي اي سنة اي حديث ليست السنة الواقعية بل السنة المحكية احزائي ایساً من مدار القرآن هو مدار القرآن